الاستعدادات في منزل عائلة القرعان تتم على قدم وساق بانتظار الإفراج عن ابنهم الفلسطيني موسى قرعان أحد كوادر حركة فتح والمعتقد داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 92 وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطنين إسرائيليين 21 عاما من الانتظار تقول عائلة قرعان بأنها كانت مشوبة بالكثير من لوعة الاشتياق والحزن لوفاة الأم والأب دون وداع ابنهما موسى فيما أكد محمد الأخ الأصغر في العائلة أنه ينتظر يوم الإفراج منذ أن كان يبلغ من العمر عاما واحدا لدت عدن يا أخي في السجن يعني كان عمري سنة لما انحبس والحمد لله رب العالمين أنا بعرف الشيء له في الصورة يعني زمان من السنين وحن نستنب هاليو بحمد لله رب العالمين إن شاء الله بطلعوا كلهم يا ربي كل الأسرة بطلعوا كل المزدين بطلعوا قال أهله من بطلعوا كل المرد يا ربي ستة وعشرون معتقلا فلسطينيا ممن يصنفون المعتقلين القدامة تشملهم الدفعة الثانية من عملية الإفراج مصلحة السجون الإسرائيلية ستفرج عن واحد وعشرين معتقلا من الضفة الغربية وخمس آخرين من قطاع غزة تلويح السلطات الإسرائيلية في الأوينة الأخيرة وفي مناسبات مختلفة بنيتها وقف عملية الإفراج كان سيوقف بحسب تأكيد السلطة الفلسطينية المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية ويجعل دولة فلسطين المراقب غير عضو في الجمعية العامة في حل من التزامها بتأجيل تقديم طلبات العضوية للمنظمات الدولية الالتزام الذي جار حول اتفاق الإفراج عن المعتقلين قبل اتفاقية أسلو يقضي بأن تجمد السلطة خطوتها بالانضمام إلى المؤسسات الدولية خلال فترة المفاوضات التسع شهور فقط هذا هو الالتزام الفلسطيني مقابل الإفراج عن كل المعتقلين الذين اعتقلوا قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994 وبالإفراج عن الدفعة الثانية من معتقلين قبل اتفاقية أسلو من المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر من العام الجاري وبعده شهر مارس من العام المقبل الإفراج عن 53 معتقلا ليطبق بذلك آخر اتفاق فلسطيني إسرائيلي ويغلق ملف المعتقلين الفلسطينيين القدامة أجواء الفرح المرافقة للإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين القدامة داخل السجون الإسرائيلية ورغم طول انتظارها واعتبارها لحظة تاريخية يصفها كثير من الفلسطينيين بالفرحة المنقوصة والتي لن تكتمل بحسب تعبيرهم إلا بالإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية من مدينة البيرة إيمان عرقت بي بي سي